إذا وزارة الزراع الأمريكية قامت بتمويل رحلة أو في لقيقة أكثر من رحلة إلى كل من الجزائر والمغرب ومصر والإراق والخليج لإيجاد أحسن وأجود من التمور فهي في الآخر هؤلاء اشتروا النخلات أو الشتلات بالأحرى من الإراق ومن مصر ومن الجزائر وأذن أيضا من المغرب لكن دقلة نور هو النوع الذي ينال إعجاب المستهلكين الأمريكيين وأيضا المزععين أنفسهم لذا هو يستحوذ على حوالي 95% من السوق والإنتاج الأمريكي في الحالي وهذا الإنتاج مسوق في الولايات المتحدة باسم دقلة نور؟ باسم دقلة نور موجود في السوق الأمريكي باسم دقلة هل يصدر من الولايات المتحدة الأمريكية باسم دقلة نور؟ نعم أظن أنه يوجد تصدير لكن ليس بأعداد كبيرة هو الإنتاج يكون عادة للاستهلاك الداخلي المحلي